بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين احنا مشينا في اشعياء اخدنا سبع اصحات ده التامن هناخد منه اية واحدة بعنوان اختم الشريعة بتلاميذي اية غريبة شوي او معنى غريبة واعلقته بلتكن مشيتك هشرح برضو الفكرة باختصاره بعدين اخدها ايه حتة حتة الاية في اشعياء تمانية ستاشر بتقول سر الشهادة واختم الشريعة بتلاميذي ايه معنى الكلام الغريب ده بالبلدي معنى امسك على الانجيل كويس قوي واكد الانجيل بالتلمزة او خلي الانجيل ده يمشي على رجليه من خلال التلاميذ خلي الناس تعيش الانجيل عشان يبقى ختمت الشريعة بالتلاميذ يعني ايه يعني بساطة ربنا يا سواء علمنا تعاليم جميلة او او الناس كتيرة ممنوعة انها تمسك الانجيل في الدنيا كلها الشيطان منعهم يمسكوا الانجيل طب مش هيعرفوا التعليم دي وما عندهمش فرصة يشوفوا المسيح بعناهم طب ايه الحل الشريعة مصرورة يعني زي سرة كده وقافل عليها والشريعة مختومة يعني عليها ختمة محدش قادر يقرب منها طب ايه الحل الحل تلاميذ يعني ايه احبوا اعداءكم لما واحد يشوفها في شخص يبقى ارى الانجيل كله باركوا لعنيكم لما واحد يعرف يبارك اللي بيلعنوه يبقى فتح الانجيل غصبا عنهم وخلاهم يقروا لما واحد يبقى متواضع في الزمن ده تواضع حقيقي يبقى ختم الشريعة بالتلمزة احنا حفظ الكتاب عندنا مش بالصم مش بالحرف احنا ختم الشريعة عندنا بايه بالتلمزة يعني عيش الانجيل حتى لو ما حفظتوش صم لو مش حافظ ايات كتير ده ما يعطلش دخولك السماء اللي يعطل دخولك السماء انك تكون مش عايش الكلام فاختم الشريعة بتلميذ يعني مش مهم الناس تحفظ كل النص بالحرف لكن مهم ان كل الناس يتلمزوا عالكلام ده ويعشوا يبقى لما بنقول لتكون مشقتك انتو خدام كلكم ربنا عاوز من خدمتك ايه اهم ما في خدمتك انك تطلع من تحت ايدك تلاميذ مهما كان هتقول طب ده انا يا راجل غلبان ما بقلاش في الوعز ده انا ستة عجوزة مش عايش ده ما يقصرش على التلميذة الام هي اللي بتطلع قدسين والام بتتلمز عالهم لما يقول الايمان الذي سكن اولا في جدتك لوئيس وامك افنيكي وهو ساكن فيك ايضا يبقى التلميذة جات عن طريق الامة قبل ما سيجي عن طريق بولس الرسول لما ربان يسوع جاي ودع تلميذه اخر وصية قالها منها وصايا المسيح تعبنا عن مشيئته احنا بنقول له لتكن مشيئتك قال شعار مهم جدا قال اذهبوا ايه وتلميذوا جميع الامة عاوز احكي لكم حاجة حصلت من اربعة زيانة احنا كنا هنا مع اباء السودان ومع اباء من العشوائيات وخدام المناطق العشوائية في دور التنمية كنا ايام الثلاث والاربعة والخميس وفي الاخر بتوع التنمية عملونا ورشة عمل ان احنا نحدد بدقة اهم المشكلات اللي في المناطق العشوائية عارفين كل بورشة كانوا عشر ورش تقريبا اغلب الورش نتج عنها اهم مشكلة في المناطق العشوائية كانت ايه عدم وجود خدام والحل دي طريقة علمية بقى بيحسبوا الورشة بطريقة علمية وبارقام معينة عندهم مشكلة بطالة مشكلة مرض مشكلة جاهل مشكلة مش عارف او حاجات ومشكلة فكل حاجة بتاخد نمر طلعت اعلى نمر في كل المناطق عدم وجود خدام والحل برضو ليها طريقة علمية دلوقتي بنتعلمه لقوا ان الحل الاساسي كلمة ايه التلمزة وفعلا الاباء اللي كانوا معانا قالوا احنا الى حد كبير نسينا نفسنا في حاجات كتير قوي ونسينا رسالتنا الاساسية احنا معلم الكنيسة احنا دورنا الاساسي نتلمز شطارة كل خادم مش انه ينجح في اليومين اللي بيخدم فيهم شطارته الحقيقية انه لما يمشي يسيب عشر احسن منه يسيب مية احسن منه يسيب مية زيه ربنا يسأله كل المجد لما تبصوا على حياته على الارض دي قال هلنا انبت وماس في اول يوم الحقيقة قالت لاحظوا انه العزات اللي قالها للجماهير كانت محدودة جدا ثلاث اربع وعزات انما الوقت اللي فضاء لتلاميذهم ان كانوا الاثناشر ولا السبعين اضعاف اضعاف الوقت اللي راح في الوعز مع ان احنا نتصور ان المسيح جاي من السماء للارض ده كل يوم نجمع له كم الف يقعد معهم عشان يلحق يقعد مع كل البشر في الكام يوم اللي قاعدهم على الارض لا ربنا ما اهتمش بكده اهتم يساب التلاميذ ويعبيهم صح ويغزيهم صح ويزبطهم صح وطلع السماء قبل ما يطلع السماء قال لهم وانتو كمان مش بتوع وعز ومش بتوع معجزات انا عاوزكم تركزوا في ايه اذهبوا وتلمزوا كم يعلمون يبقى مشيقة الله ان اللي انت دقته تدوقه للي حواليك انت تلميذ وتجيب تلميذ وكل لما تجيب تلميذ كل لما تبقى بتعمل مشيقة ربنا خادم يبقى نشيط جدا ومن نشاطه وحماسه ما يوزعش الشغل يعمل كل حاجة بايده عشان ايه يطمن ان الحاجة مشي صح هيحصل له ايه بعد شوية هيوقع مش هيقدر يكمل لانه هو في الاخر بني ادم مش هيقدر يكمل كده وخادم تاني كل شغلة ييجي يعملها يقول خد يا فلان اعمل لنا دي هو يقدر يعمل ويمكن يعمل احسا من اللي ادهال فلان انما الحقيقة لما ادهال فلان مرة في مرة فلان بقى يعملها كويس وفي فلان وفلان وفلان وعلان الله بدل ما يبقى ابونا او اخونا ده بيتحرك لوحده كل شوية دايرة وسعت بقى فيه مية وفيه بقى الف ليه كل دول تلاميذ وفي الاول بيضخبطوا وبيغلطوا وكلنا كنا كده وبعد شوية بيوتقنوا الصنعة اذا التلمزة مشيئة الهي ورسالتنا الاولى كخدام التلمز ما تنسوش نفسكم في عمل الرحمة ان احنا بس ندي اكله وشربه ونعالجه لا لان الناس دي الاهم انك تعلم ويحب ربنا تحفظوا ايات وتخليه يمسك في الكنيسة ويبقى خادم كان هنبا موسى دايما يقول لنا كده زمان يقول الخادم الشاطر يجيب الخاطي البعيد يخليه تائب والتائب يخليه خادم والخادم يخليه قديس والقديس يخليه شهيد يعني مع كل مرحلة شغال برضو وكل ده بايه بالتلمزة يعني تجيب واحد من الشارع معرفش ربنا خالص بالتلمزة تعليم والتلمزة والحب بطولة البال تخليه توب بالتلمزة يطلع من تائب الى خادم او يعني معقول الخادم لازم يبقى تائب وبالتلمزة ينمو كخادم الى قديس وبالتلمزة ممكن يبقى ممكن يبقى سهيد لو ربنا عمصه كل ده بايه بالتلمزة صر الشهادة تقفل بقى واختم الشريعة بتلاميذة يعني اذا كنت حفظت الانجل صحيح ذكرته كويس البروجيكت بتاعك يفين لما واحد يخلص دراسة سانة كده يقوله مشروع التخرج مشروع التخرج بتاع اي خادم هو عدد التلميذ اللي تلمزه اذا كنت نجحت كخادم نجاحك الاساسي كم تركت بعدك نجاح ربنا يسوع تجاوز ونقول كده له كل المجد مش في المعجزات اللي عمل لأنا المعجزات اللي عمل عملها معنا اسماته بعد جده انما ساب للكنيسة اساب للعالم ايه ساب تلميذ والتلميذ دول غيروا شكل العالم بروح المسيح لأول مجد فتنوا المسكونة فأهم مرسالة لنا انك تلمز ولادك ولادك بالجسد احفادك جرانك ولاد قريبك معارفك مخدوميك الخدام اللي حواليك لو الواحد فهم الحتة دي كويس هيبقى خسارت الوقت فأي حاجة إلا انك انت تقول حاجة حلوة تسلمها لحد قبل ما يخلص العمر وتقول يا ريتني كنت تعلمته كذا يا ريتني اديته الخبرة دي تلاحظوا مسلا في التعليم التعليم الطبي في مصر مسلا كان زمان عالش يعني حكم الكار برضو الدكاترة الكويسين يبقى حاطط في منهجه الأساسي انه يربي تلاميذ يعني الجراح من دول كان يهتم أو يبقى ساحب ثلاثة اربعة واربعة واربعة وكده يعلمهم كل حاجة مسكة المقص ومسكة المشرة وممكن يشخد فيهم ويهزقهم زي زي اللسطة والصناعية كده وبعدين يطلق يفضل وراهم لغاية ما يبقى قسطة الوقت هي طبعا التلمزة خابت خالص لانه ايه دخل فيه حتة مادية فيخاف بكرة يبقى قسطة عليه يعني فتبقى ايه فلاقي يستخسر يعلمه لانما رسالة من رسالة ايه بسطة ايا كانت تخصصه انه يطلع اه استوات احنا كده كمان احنا مش هنعيش على طول طيب رسالتنا الحقيقية نطلع من تحت ادينا خدام يا ريت احسن مننا كمان فعلا اللي بيخدم مدارس احد بيخدم طفل لازم يحلم ان الطفل ده يبقى قديس ساعات ادخلوا انتو كخدام اطفال بعضكم مسلا يقول اي حكاية اللي قالوا خلاص انت مش عارف ان لو حكيت لو حكيت الحكاية كويس ونقلت انفعال صح من قلبك لقلبه الطفل النقي ده ممكن يبقى يطلع اساناسيوس الرسولي في يوم الايام وابتدت من عندك من فصل في الحر وحكاية في حضانة لو اديته شغل مصبوط عارف قيمة التلمزة التلمزة دي اللي هتاخد الطفل تعمل منه حاجة يغير شكل العالم لو انت امنت بالفكرة فاللي بيكاروت في التحضير واللي بيقول اي كلام في الفصل ولا لا طب ده انت بتضيع فرصة ذهبية عالكنيسة كلها لانه عظمة اي قديس انه تلمس صح كان واحد من القديسين يقول لي يقول ايه يقول كده في كلامه قل لي من علمك اقول لك من انت يعني يقول لي مين سلمك اقول لك انت شكلك ايه انت تلميز ذاك يعني ايه يقول لك فلان ده اصله تلميز فلان بدل تلميز فلان حط الثقة كلها فيه شارب الصنع صح لانه متلميز صح انما احنا دلوقتي في زمن مفيش اسطوات مفيش صبيان وكل واحد يعرف كلمتين عاوز يخدمه خلاص صر الشهادة اختم الشريعة بتلميز وبقول لكم التلميزة مش واقفة على كهنة ولا معلمين كبار ولا وعزات التلميزة خبرة التلميزة معايشة ربان يسوع ما كانش يقعد مع الاثناشر يوعز خالص كان يوعز مع الجموع لكن مع الاثناشر يأكل ويشرب ويحكي ويسأل سؤال ويفتح منقشة زي ما نشوف دلوقتي إنما في ثلاث سنين بقوا تلميز تماما تبص على بطرس بعد كده تلاقي نسخة من المسيح تومة متة اندراوس يعقوب اللي هما كانوا آخر لخبطة قبل كده شربوها تماما فتلاقي زي ما كان المسيح يعمل تلاقيه يعمل نفس المواقف بالزبط نفس قصة طبيسة مثلا يدخل المسيح ساحب بطرس ويعقوب يوحان ويمدي إيد يا طبيسة قومي تقوم طبيسة تدور الأيام واحدة تانية اسمها طبيسة بس ستة عجوزة سفر الأعمال يقول له تعالى عزينا طبيسة ماتت يدخل يعزيهم يفتكر ودخل في بيت واحدة من يطع السرير المسيحة وقف جنبها وقفة معينة مد إيده الحك أن بطرس بدل ما يصلي الخارجة عمل اللي عمل المسيح بالزبع وقف جنب الستة دي قال لها طبيسة قومي قامت لأنه أنت تلميز ذاك شربها كده زي ما شفها عملها زي ما سمعها قالها إليش وإليه إليه كان في أرمالة عند أرمالة صرفة صيدة والولد مات منها وقالت له انت جد تفكر ربنا بخطيتي وطلع وصلى وبعدين عمل حاجة غريبة جدا بسزاجة إليه كده القديس العظيم نام على الولد عشان يدفي لأن الولد برد من الموت جسمه يتلك فحط جسمه عليه كده ثلاث مرات إشارة للثلاث يام والإيام ونفخ في وشه دارت الأيام وجاله قال إليش تلميزه لزاق له قال إليش فظهر إليه في مرة قال له حكيه لك ودني فمرة الولد بتاع ابن الست وفلانة وأنا عملت نفاجأ تدور الأيام إليه يروح السام يصعد في مركبة نارية إليش عايبقى هو النبي المرأة الشنامية تيجي تقول له تعال معا إليه ستي ابني مات ومش هسيبك ولازم تيك يعبل بالزبط اللي عملوا إليه يقفل على نفسه ما يخدهاش معاه ويطلع وبعدين ينام على الولد ثلاث مرات ويقوم هي جبتها منين دي هل تعلمتها كده هي العملية تمشي كده شربتها كده الصنعة كده أنت تلميزه إحنا نشتهر ونفتخر ككنيسة ابطية إنها كنيسة مبنية قوي على فكرة التلميز على الاستلام كلمة التقليد أو الاستلام استلمناها كده يقوله أسانسوس لما وقف قدام أريوس وأريوس بيفتخر بعقله وزكاؤه وبيقول يا جماعة الآية صريحة أبي أعظم مني يبقى الآب طبعا مختلف عن الابن وأعظم منه فوقف أسانسوس الزغير الشماس الغلبان ده وسط 318 عم قد كده قال له استنى عندك ما استلمناهاش كده ما بتتعملش كده العملية دي ما بتتعملش كده ما بتتقلش كده ما بتتفهمش كده أبوي أزلمهان يغير كده أنت فاهمها خلط إذن التلميزة هي اللي تشرح الإنجيل آيات كتيرة قوي ما تتفهمش غير لما تشوفها في حياة شخص تفهم تتعمل الآية دي إزاي لما تشوفها في شخص عشان كده زمان لما كانوا يعلمونا الوعز يقولوا إيه قول آية فكرة حكاية عاوز تقول وعزة كويسة قول الآية آية فكرة حكاية يعني إيه قول الآية اطلع منها بفكرة اشرح الفكرة والآية بحكاية خلص انت وعزت وعزة كويسة ليه؟ من غير الحكاية ما تتفهمش الآية من غير الحكاية ما تتفهمش الآية تفهمين الفكرة؟ وده ما نهج المسيح لأول مكسو يقول حاجة ويحكي حكاية لأن الحكاية تلمزة لأن الحكاية عبارة عن حياة شخص عاش الفكرة عاش الآية فالعيشة هي اللي بتشرح احنا ليه غوين سنكسار وقصص قدسينه لأنه دول اللي حكولنا الإنجيل يتعامل ازاي؟ يتعاش ازاي؟ فبقيتش الآيات صعبة ومستحيلة وغريبة لا عندنا ملايين عاشوا الكلات ندخل في النص فأشعية 8 يقول إيه؟ يعصر بها كثيرون ويسقطون فينكسرون ويعلقون فيلقطون سيبكم الحكاية سر الشهادة اختم الشريعة بتلميذي يعني أربط على الكلام كويس احفظوا كويس ذكروا كويس وبعدين روحوا انقالوا انقلوا بحياتك عايشوا لولادك فاستبر للرب الساتر واكو عن بيت يعقوب وانتظروا شوفوا بقى تعبير اللي جاي اللي فات ده رسالة سماوية بتقولك سر الشهادة واختم الشريعة بتلميذ يقوم الرد يقول إيه؟ ها أنا ذا ها والأولاد يعني إيه؟ أنا صريت على الشهادة وختمت الشريعة وأدي العيالة هاو أدي التلاميذة يبقى كل واحد داخل في السما لازم يكون في ديله عيال لو ديلك فاضي في مشكلة عارفين لما تيجي تمسافر يقولك معك حد في السفر دايما كده الورقة بتاع الدخول أي بلد المرافقين لو معكش مرافقين تبقى مشكلة ما يدخلوكش في السام لو داخل لوحدك تلاقي إيه؟ السكيوريتي زمر كده ومنفعش تدخل لوحدك لازم يبقى معك مرافقين ها أنا ذا والأولاد الأولاد معاي انت عندك عيال ولا لا؟ جبت أولاد لربنا ولا لا؟ أولادك دول بالجسد أو بالروح هما دول رأس مالك صوروا معاي عمب أنتونيس هو داخل السماء من 1700 سنة شوفوا بقى هو داخل يوم القيامة في احتفال مهيب يقول ها أنا ذا والأولاد جارر ورى منه كام مليون راهب تلاميذه سر الشهادة اختم الشريعة بتلاميذي كل دول مشوا على خطوات أنتونيس يبخته يتوزن كل واحد بعدد عياله تعرفين في الريف عندنا ساعات ايه العزوة دي ان اللي يجيب عشر عيال برضو ايه خلف يعني غير بقى شغل مصر الجديد لا احنا عندنا شغلنا في الكنيسة مش مهمة تجيب عيال بالجسد مش مهمة تتجوز من اساسه المهمة تجيب عيال لربنا تولد لربنا ده الشغل المزبوط انت جبت قد ايه بقى وما يجوز غير بالتلمز ان كان خاطي يجي بالتلمز ان كان تايب يجي بالتلمز ان كان خادم يجي بالتلمز يقول ها انا زاوي الاولاد الذين اعطانيهم الرب يفضل برضو العيال دي عطيه من ربنا مهما كان هم هدية ربنا ليك يعني حتى لو امنوا على ايديك او كبروا على ايديك برضو ده عطية ربنا اذا لتكن مشيتك عاوزين كل الكنيسة تلميزة مش كل واحد في شعب الكنيسة بيتلمز في ناس جوه الكنيسة بتسمع في فرق بين السمع والتلمزة زي التلميذ الخيبان اللي يقول لك زاكرت زاكرت يعني بص بيعنيه في الصفحة كده وقلب الصفحة تيجي تسأله سؤال ما يجوابش طبعا يا ابني زاكر في فرق بين زاكر وقرأ مش كده كمان كده في فرق بين تسمع وتتلمز تتلمز يعني ايه يعني يتهيألك وانت بتتفرج عن مجار اللي ماسك المنشار اللي دي شوال انا سهل قوي تيجي تمشك المنشار تعور صوباك او تبوز الخشب خالص وانت بتتفرج شايفها سهلك لكن لما تيجي تعملها لا مش سهل وانت بتسمع الوعزة ها ده كلام سهل ده كلام حل صبعا يحب بعض من سامح وانت تيجي تسامح تلاقيها صعبا تيجي تتواضع تلاقيها الشغلة مش سهلة مع ان الكلام كان شكله سهل فالاستماع شيء والتلمزة شيء التلمزة يعني بايدك بقى اشتغل ورينا فرجنا ايا جميلة فاشعية تقول كل بنيكي كان بيكلم الجنيس او قرشلي كل بنيكي تلاميذ الرب وسلامه بنيكي كثيرا كان زمان اي حد يدخل الايمان يسموه تلميذ ما كانش لسه في حاجة اسمها مسيحي في لغة سفر الاعمال اي واحد يؤمن ويتعمد يسموه تلميذ يقولك في اعمال مثلا تسعة وكان تلميذ اسموه حنانية يطلع اصقف بس اسموه تلميذ برضو تلميذ يعني رجل متعمد رجل مؤمن ومتعمد يسموه تلميذ كل بنيكي تلميذ الرب انا عايز ونموت واحنا بنتلميذ نتعلم ونتعلم مش معناها نسمع بس نعمل نشتغل اذهبوا وتلميذوا جميع الامم عمدوهم ومعلموهم ما اوسيتكم به يبقى لتكون مشيئتك التلميذ اول بقى افكار في التلميذة باختصار اول فكرة مهمة قوي التلميذة بالقدوة التلميذة بالقدوة فاكرين البطرق اللي راح يزور مصفاكر مين صدقوني واحد من القديسين والكبار في البرية وبعدين راجل ضاري بمشوار بقى في الحر وفي الصحرات حسين سمع عن هذا القديس ودخل قعد في القلاية ابونا طبعا ما يقولش الابونا البطرق ما ما تدخلش ده لانو سأل صد الابونا الراهب القديس ايه يكمل قانونه في سره وقاعد كده ما بتكلمش فميلوا عليبتوا عند دير يا ابونا ما يسحش ما يسحش ابونا البطرق فقليتك قوله كلمة وخلاص الراجل من اتضاعه جايب يقول رايح اخد كلمة منفعة قول حاجة ما بيسألش فيه قاعد يكمل مزاميره وخلاص زنوا عليه زيادة فانبص لهم بصة كده قال لهم لو ما تعلمش من سكاتي مش هيتعلم من كلامي يقولوا فمضى البطرق منتفعا شفتو ده عالناس دول يعني مش شي صعب عليه لانو ده بطرق لا خلاص انا فهمت الدرس انا هتعلم من منظره بس هتعلم من سكوته حتى القدوة اهمة من اي حاكم احنا عندناش مجال نبشر كتير مثلا لكن لو كل المسيحيين مسيحيين كوية كانت الدنيا بشكلها مختلف خاص مش كده لانه خلاص الناس مش محتاجة حتى تقر يسألونكم عن سبب الرجاء الذي فيكم يقول احملوا نيري عليكم وتعلموا مني لاني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفسكم كام واضح واحد وديع ومتواضع القلب الودع جذابة جدا يقول ايه طوبة للودعاء لانهم ها يارسون الارض عارفين معناه ايه يعني لو كلنا ودعاء العالم كله يبقى مسيحي يارسون الارض يعني مايفضلش واحد في الدنيا ماعرفش ربنا ده لو كلنا ودعاء انما احنا العالم اغلبه ماعرفش ربنا لان احنا مش ودعاء مافيش قدوة مش لقين الشكل الجميل بتاع ربنا يسوع بتاع زمان ده الطيب الوديع البسيط الذي لا يصيح ولا يسمع احد بالشوارع صوته وقصبه مرضوضة لا يقصده يقول ما تعلمتموه في فليبيا وتسلمتموه وسمعتموه طيب احنا عندنا كام رسالة البولوس لكن ما ما بتكلمش عن رسائل بيقول ايه اللي سمعتوه وشفتوه وتسلمتموه اعملوه طيب ده الكلام ده مايتكتبش في كتب ومايتقالش في وعزات ده الناس اللي حوالي عشروا وشربوا منه شربوا ازاي يتعامل مع المشاكل ازاي يصلي في المشاكل ازاي يوضب وقته ازاي يحنع الخاطي ازاي يشد وقت اللزوم كل ده تلمزة تلمزة بالقدمة قيل عن المسيح جميع ما ابتدأ يسوع يعمله او يفعله ويعلم به ما فيش حاجة ربنا يسوع كان يعلمها الا لازم يكون الاول ايه عملها لازم يكون عملها مرة ومرات وبعدين لما يقولها تطلع سهل اوي وتطلع واضحة جدا ليه؟ هو ذات وربنا يسوع والمجد وسيلة اضاح لأي تعليم قاله اي وصية قالها المسيح ركبها على المسيح الاول تلاقيها سهل اوي يعني تلاقيها مشروحة مشروحة بسهولة باركوا لعنيكم شوف موقفهم من اليهود احسنوا الى مضغطيكم شوف حياتك اتمشي ازاي تلمزل القدوة تخلي الواحد فينا يقول ايه لاجلهم اقدس انا ذاتي ان كنت اب صلي كويس عشان عيالك مش هيتعلموا الصلاة بقول تصلوا هيتعلموا الصلاة من وقفتك وانت بتصلي لاجلهم اقدس انا ذاتي عاوزهم يحبوا الناس ما تقولهمش حبوا الناس حب انت الناس ساعتها حتى لو بيعدوا شوية والاخباطوا شوية هيرجعوا للمنظر اللي هما شفوا زمان ويطلعوا شبهك لاجلهم اقدس انا ذاتي يبقى الواحد يصلح فروحه عشان اللي وراء منه اللي وراء منك دل عيالك ومخزوميك انتم رسالتنا مكتوبة في قلوبنا شوفوا التعبير اللي جاي ده مقروئة من جميع الناس يعني الناس كنت تقرأنا تقرأ الانجيل المخزون جوانا ده ظاهرين انكم رسالة المسيح مخدومة مننا مكتوبة لا بحبر بل بروح الله الحي التلمزة كمان تيجي عن طريق التعليم يعني ايه لا تخف بل تكلم الغريب ان الناس تتكلم كل الكلام الفاضي ويتباره ويتنفسه في الكلام الفاضي ولما واحد يقول كلمة مفيدة يحس بزنب زي العمل عاملة يبقى مكسوف من روحه لانه بيكلم جد او الناس تبص له نظام انتع توعظ بقى ولا ايه كأنه الوعز ده عيب او التعليم عيب او الكلام المفيد بقى عيب احنا قلق شوفوا الشيطان قلب الموازين ازاي بقى الكلام الجد المفيد بقى مخجل والكلام الفاضي والفارغ بقى مجال التباهي شغل الشيطان طبعا التلمزة تيجيب التعليم في كل قعدة كان ربنا يسوع يشوف حاجة يقوم يعلم يعني اللي قوم مثلا جايين يتلموا كده فطلعوا الناس بسرعة تلحق اول اماكن فقام قال ايه حاجة حكاية اللي قوم لما يكون فرح ويطلع الواحد يقعد في اول كرسي يجي صاحب الفرح يقول له ايه معلش لمؤخذة الكرسي ده محجوز لشخص الفلان يقوم يتكسف ويقوم ويرجع لورا قدام كل المعزيم يبقى منظر وحش لو جي ناصح بقى وقعد وراء يقوم صاحب المكان يقول له ليه قعد وراء يقعد قدام تفضل قدام يقوم يطلع قدام كل الناس من وراء لقدام شوفوا هو شاف منظر ربنا يسوع شاف موقف لكن ما عدهوش عمل منها عزب مش عزب جد رسمي بقى بميكروفون لا بس الكلام حكاية وطلع منها ايه مفهوم عاوز ترتفع وقعد وراء في الدنيا دي متعودش قدام خلي قدام ده لسه كل ما حرصت انك تبقى في الاخر مش في الاول يجي اليوم اللي ربنا يرفعك في الاول يبقى في كل موقف فيه تعليم فيه رساله والاكرز بالكلمة اعكف على ذلك في وقت مناسب وغير مناسب يعني ايه طيب وقت غير مناسب يعني اللي قدامك مالوش نفس يسمع ما تسمعهوش بالغصب لك ممكن تقول جملة ممكن تقول تعليق او وقت غير مناسب ليك يعني تبقى انت تعبان او انت مصدع ومالكش مزاج بس خسارة خسارة الوقت لو عندك حاجة حلوة قلها حكينا امب انطنيوس مرقص لما دخل افريقيا زمان لا سيدنا امبا بخونس حد فيهم يعني تقول اللي ربنا يديهم الصحة غوين كرازة يعني يقول لما دخل في قبيلة من القبائل قعد اربع ساعات يطبلوا يعني مستنيهم يدولوا فرصة يقول حاجة وهم بقى نظامهم يطبلوا يرقصوا كذا ساعة لقو فيعيني قال كان الصداع حيفرتك دماغي بعد اربع ساعات انما جي دوري بقى بعد اربع ساعات الصداع ايه هتكلم هتكلم ما صدقت بس شوفوا هو وقت غير مناسب هنتكلم فرصتنا نقول حاجة وبعد سنين بقت القبائل دي مساحية لكن في حرص انك توصل الرسالة للناس ننادي به منذرين كل انسان معلمين كل انسان بكل حكمة اللي كينحضر كل انسان كاملا في المسيح يسوع شوفوا كام كل هنا منذرين كل معلمين كل بكل اللي كينحضر كل يعني انت ما عندكش دي ايه اضيع بكل الطرق عاوز تجيب الناس بأي طريق اذا التلمز عن طريق التعليم دي مهمة ان كان احد يتكلم فكاقبال الله يعني لما تيجي تقول قول كلام مفيد قول كلام ربنا قول ربنا قال بدل ما تقول مثل بلدي شائع ما تقول مثل من سفر الامثال ولا سفر الجامعة قول الكلام اللي قال وربنا اقوى من اي كلام يقول مثل فمي ما قال جعلت كلامي في فمك الشخص اللي يقول كلام ربنا يرجع يقول كلام الدنيا تاني مش بتاعهم مش مناسب التلمزة والحوار عشان تتلمز اتعلم من المسيح ان الوعز مش هو الاساس ربنا يسوع كان بيتلمز كان يتلمز بالتعليب وكان يتلمز بحوارات حوارات يعني ايه ينكش يحاور يطلع اللي جوه الاول ليه لان الواحد ساعات لازم يكنس المؤخصة الزبالة اللي جوه الناس عشان يدخل حاجة كويس هتيجي تنظف ازاي غير لما تطلع اللي خبطة اللي جوه الاول في افكار غلط كتير لازم تطلع فيقول مثلا ايه لهذا يفتح البواب الخراف تسمع صوته يقول لان الخراف تعرفه لانها تعرف صوته تتبعه لانها تعرف صوته الحوار اخد وعطر الراعي كده يقول نغمة معينة تلاقي الخرفان طلعها تجاري وراه في لغة واخدين عليه فهمينه فهمهم معرفة اعرف حال غنمك فلما تقرب لولادك او ايا كان ولادك تتكلم لغتهم مع ان انت محافظ ان لغتك مفاش غلط لكن قريب ليهم يقوموا ياخدوا منك يسمعوا لك اصلاك بتسمع لهم التلاميذ كانوا واخدين على ربنا يسوع بدرجة واخدين عليه زي هده لدرجة مثلا مرة ربنا يسوع بيتكلم ويقول انا لازم اصلي اتقلم واتصل بقى مبوتوس قال له استنى استنى تعالى شوية وقف الكلام وخدوا سحب وكده قال له ايه اللي بتقوله ده عارفين حاشاك يا رب موركش رجال يعني ولا ايه ما تقولش كده تاني حاشاك يا رب فقام ربنا يسوع بص كده للتلاميذ لأه متغازه متغازه ليه بطرس عامل فيها يعني رئيس قال ليه هو اللي خايف على المسيح فقام قال له اذهب عني ها شيطان انت هتعمل منظر قدام اللي عيال لانك تهتم بما للناس ليس بما لله لكن سوفه ده اللي وصلت لايه يسحب المسيح من وسط كلامه كده ويوقف كلامه المسيح يمشي معاهم عنده اسمه كده ويقول له حاشاك فوش وربنا ما يزعلش واخدين على بعض هل انت تقدر توصل الى ده اللي مع أولادك طبعا في احترام لكن واخدين على الاخد والعطر ولما رجعوا من الخدمة يقول الكتاب اخبروه بكل شيء كل ما عملوا وكل ما قالوا رجعين فرحانين زي الايال كده لما يرجع الطفل من حضانة يحكي المامته كل اللي حزر فالتلاميذ رجعين فرحانين قوي يحكوا ربنا بالتفصيل كل حاجة واخدين عليه وبعدين يحويرهم ايه اللي مفرحكم يقولوله ده الشياطين بيطلعوا مجرد بنقول اسمك بس قالهم اقولكم في حاجة تفرح اكتر من كده يفرحوا ان اسمائكم مكتوبة التلمزة بالحوار تخلي تلميذ المسيح لابد ان يتعلم الحوار يعني لما ربنا يسوع حاور السامرية قاعد يحايلها ويحاورها ويسألها وتسأله وياخد وده السامرية العنيفة العنيدة اللي ما لهاش عمر مع حد دي دخلت بمنتهى الزو اتعلمت الادب والحوار راحت تقول للناس ايه مش تقولهم تعالوا لا مفيش تعال تعالوا قلوكم في واحد دي يعرف كل حاجة يمكن يكون المسيح بتفتح حوار بك العل هذا هو المسيح قالوا لها مش معقول قالت لهم ما تيجوا تشوفوا بعد ما قاعدوا معايا يومين قالوا له احنا مش بسبب كلامها على فكرة بقينا نصدق احنا لاننا قاعدنا معاك انت فعلا المسيح يبقى ربنا يسوع بيعلمنا بالحوار التلمزة بالتدريب قلنا التلمزة بالقدوة التلمزة التعليم التلمزة بالتدريب حوار التلمزة بالتدريب يعني ايه خلي ولادك يتدربوا على اللي تعلموا مقساة التعليم المصري انه تعليم بعيدا عن الحياة معلومات 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 غالبا ما بيستخدمهاش الطفل في حياته العملية التعليم الأجنبي في ميزة شوية انه غالبا تعليم عملي يعني اللي بيسمعه وبيذكره بيمارسه بأي شكل موجود في الحياة العملية فبيخلي التعليم مرتبط بالحياة رسالة المسيح لو المجد كلها حياتية ما هيش نظرية فلازم اللي تسمعه تتعود تتعلمه تتدرب عليه تمارسه ومن هنا فكرة التدريب كل اللي بنقوله يتعمل مش يتفهم يتعمل مثلا يقول ايه في كل شيء اريتكم هكذا ينبغي اريتكم شوفوا وردكم ده بوليس بيعلم مولا تقول لهم انا فرقتكم ازاي صفتوا فيه انا في حياتي ينبغي انكم تتعبون وتعددون الضعفاء يعني بوليس كان ينصر يشتغل في الخيم عشان يطلع فلوسي لدي الغلاب في الوقت اللي كانت الكنيسة لسه في اقولها خالص يقول في كل شيء اريتكم ويقول اعطوهم انتم ليأكل اتدرب روح انت وزع روح اشتغل روح حل المشكلة روح حل المشكلة اذكر في سنة واحد وتمانين لما السادات منع الاسر الجامعية كنت انا لسه في الكلية فعادنا مع سيدنا انبى موسى وقلنا له يعني كان فيه مشكلة بقى مفيش اسر جامعية فقال هنتجمع كلنا في اجتماعات كده ونسميها اجتماعات ومفيش حاجة اسمها وقلنا له عندنا مشكلة ان مش عارفين نجيب متكلمين عشان عشان يعني دنيا قلقوا بتاع قال ليه تجيب ومتكلمين اتكلموا انتم احنا لسه طلبا قال لأ لازم تتكلموا انتم ما تجيبوش متكلمين واثر ان احنا نتكلم ده اللي علمنا كتر الكلام انه اتدربوا تكلموا انتم يا سيدنا احنا صغارين احنا عيال هنوعظ لشباب يوعظوا ما يهموكوش هنا تتدرب ينزل الخادم من دول عمره ما قال كلمتين يعوز يعاني يجيل وسهلوا الصبح وخايفه وداخل البيت مش عارف يتلجلق والآية تطلع من لخبطها آخر من لخبطها ومالي شوفاش حكا شوي شوي هيعرف يقول كلمة ربنا وهي ربنا هيشتغل بي ويكبر انما لازم يحصل تدريب تدريب على الصدى تدريب على الحب تدريب على الكلام تدريب على كل حاجة تتدرب عليها ثم تطلع بعد شوي يقول انزلوا اللذين بيلي ترتيب شجعوا صغار النفوس اسندوا الضعفاء تأذنوا على الجميع واحد غلط ما لازم يغلط مش لسه بيتعلم لازم يلخبط في الاول شوي عادي طفل لسه بيحبيه ما لازم يقع ولما بيقع بنقول له برافو بازم بنقول له انت خيبان ما بتعرفش تمشي عادي اللي بيتدرب على الحياة الروحية لازم يقع بنشكعه ونقول له شاطر ما يهمكش قوم تاني قوم تاني تدريب عشان تبقى الحياة الروحية يمشي فيها مش يقف يقول بوليس الرسول كلمة جميلة يقول اعرف وان اتضع واعرف وان استفضل في كل شيء في جنيع الاشياء قد تدربت انا مخدتهش معلومات انا تدربت كل حاجة مشت في حياتي بتدريب في بقية بعرف يعني ايه استحمل بعرف اسامح بعرف اصلي بعرف ما تدايقش بعرف ارمي على ربنا ما فيش درس من دول جي بالساهل كل ده جي بالممارسة والتدريب تلمزة بالتمكين تلمزة بالتمكين يعني ايه عارفين فكرة انت متمكن متمكن يعني ايه يعني يجي بعد وقت يبقى الواحد اصبح بيعمل الحاجة من غير تعب يعني في الاول تتغصب على الصلاة بعد شوية تتعود على الصلاة بعد شوية تصلي من غير ما تاخد بالك تصلي بانت سايب ايديك يعني من غير ما تفكر بقيت بتصلي ليه؟ لانك بقيت متمكن في الاول تتغصب عشان تستحمل الكلمة الناشفة بعد شوية تتعود على كلام الناشف بعد كده تبقى متمكن يعني اول ما تجي لك الكلمة الناشفة تبتسم وتشكر وتقول كلمة حلو لانك بقيت في الاول تبقى مش عارف تصول بعد شوية تتعود على الصوب بعد شوية تتمكن فكل حاجة في الحياة الروحية تبدأ بالمحاولة والمحاولة دايما معها زق في الأول وبعشوية تتعود وبعشوية تتمكن تتمكن يعني تطلع منك الحاجة خلاص بتلقية شوفوا بولس الرسول ما أظنش أن بولس ده كان بيحضر وعزات حضر وعزات إزاي دهما يدوز على زرها في أي حتة تلاقيه فتحه الكلام طبعا طلق لوحده والروح القدس شغاله ليه لأنه في الأول كان يمكن يقول أنا هقول إيه أجيب حتة من داود على أجيب حتة من موسى كده واركبها عشان اليهود يفهموا أن المزيح بتاعنا هو المزيح بتاعهم بعد كده خلاص بقى متمكن لأنه مشت الحكاية بعد التدريب الطويل بقى تلميذ متمكن إحنا عوزين أولادنا متمكنين حيث نرميهم في أي حتة ما تخافش عليهم يسافروا أي بلد ما تخافش عليهم يتعرضوا لأي مشاكل ما تخافش عليهم يوسف العفيف ده كان متمكن بعيد عن أهله وأبوه ناسه بعيد عن الناس اللي بتقول يا رب وكل فساد حواليه بس متمكن من الطهارة تتعرض عليه الخطيئة يوميا وبالحاح وهو ما بيفكرش لحظة يغلط مستعد يعمل أي حاجة بس ما يغلط ده إيه ده شاب متمكن عفيف بجد ليه لأنه جد بتدريب تلمزة مصبوطة إله كل نعمة الذي دعانا إلى مجده الأبدي في المسيح يسوع بعدما تألمتم يسيرا الحكاية بقى فيها شوية وجعة في الأول هو يكملكم ويثبتكم ويقويكم ويمكنكم عوزنا متمكنين فتبقى ما فيش خوف بقى عليكم يقول ذو الرأي الممكن اللي هو يعني إيه رأي سديد رأي متمكن تحفظه سالما سالما يعني ده بقى ما فيش خوف عليه خالص ليه لأنه متمكن نفسنا نوصل للمرحلة نفسنا أولادنا يوصلوا لكذا تقول فلاد ده أنا عندي ثقة فيه الأول كان خادم صغير مسكته بس شغلان صغير وبعدين مسكته شغلانة كبيرة وبعدين بقى ماش كالب وبعدين قلت له روح امسك المؤتمر مؤتمر إيه اللي همسكه روح بس خلاصة وانت واثق فيه بقى ليه لأنه متمكن التمكن ده ثقة في الله طبعا خبرة مع ربنا يعني محتاجين قوة من السمن لأنه مش شطارة مش مجرد خبرة عادية عشان كده قال لهم بعد كل اللي سبقتوه وشفتوه ما تطلعوش تبشروا إلى أن تلبسوا قوة من الأعالم تمكن ده محتاج نعمة سماوية دايما يبقى تاني يلخص وأقول إيه لما بنقوله لتكن مشيقتك عرفنا مشيقتك إن قلبك يبقى نظيف مشيقة ربنا إنك تتوب على طول مشيقة ربنا تحب كل الناس مشيقة ربنا إنك تجيب ناس لربنا مشيقة ربنا إنك تتلمز الناس إنك تحفظهم اللي قالوا ربنا إنك تعيشهم كما عاش المسيح إنك توصل فيهم تقول زي بولس تشبهوا بي كما أنا أيضا بالمسيح التلمزة هي رسالتنا في الحياة اذهبوا وتلمزوا جميع الأمم تتلمزهم على الإنجيل على الأباء على القدسين على الكنيسة على الطقس على العقيدة إنما شغلتنا نتتلمز إلى أن نلتقي بالمسيح إلهنا لإلهنا كل مكتب كرامة إلى الأربة ثانية